بسم الله الرحمن الرحيم أيضا مما يسأل عنه في قضية البدع من عدم البدع قضية يثيرها بعضهم حول المقامات لأولياء الله الصالحين ولعلماء الأمة عندنا في مصر مزية هذه المزية تتمثل في وجود أهل البيت الكرام سيدنا الحسين موجود في مصر سيدة زينب موجودة في مصر سيدة سكينة سيدة فاطمة النبوية سيدة حرية في بن سويف وهكذا والله سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب يعني النبي ما خدش مننا لا بيض ولا سود لكنه لابد علينا من أن نحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المصريون استوعبوا هذا وأحبوا جدا أهل البيت أحبوه مجدا السؤال هو بناء المساجد على المقامات وزيارة المقامات وزيارة المقامات مش بدعة الأقرب القرب يعني من أهم الأعمال الصالحة الإشاعة اللي طلعة إن الناس اللي بتروح تزور سيدنا الحسين والسيدة زينب ويروحوا تزور أهل البيت لأنهم بيحبوهم تركتوا فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعطرة أهل بيتي أخرجوا الترمزي فإحنا بنطوع ربنا إلا المواد داتة في القربة وبنطوع سيدنا وبنحب آل البيت وبنروح نزوره إني كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكروا بالآخرة وفعلا الواحد دا ما يدخل على سيدنا الحسين أعوى الله سكان سيدنا الحسين بجلالة قدروا استشهد ومات وأنت يبقى الواحد يا سبحان الله ونعد نتذكر الآخرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مش بيدع قال لي لا يعني هو فيه في الكتاب والسنة حاجة اسمها المساجد تبنى عن قبور ويعمل لي كده تروا فيه قال إزاي إزاي وربنا هيؤمر بالشرك شوف 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 قال لا 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 أنت خلته خلاص شرك من عند نفسك أنت مبتدع هو أنت فاكر روحك أنك أنت فاهم حاجة طيب يلا نقرأ القرآن نجد حاجة غريبة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ده في القرآن ولما نروح في فلادلفيا في الأردن مطرح ما دفن فيهم أهل الكهف نلاقي فيه مسجد فوق على صدق الله وكذب المبتدع طيب ده في القرآن بيقول كده ولو كان شرك كان ربنا سبحانه وتعالى أقره وذكرهن يعني لو كان شرك طيب أخرج موسى بن عقبة في السيرة موسى بن عقبة في السيرة طبعت الحمد لله ما كانتش مطبوع الأول وكانوا يقولوا إنه فين الكلام ده طب هم اطبقت أهي علشان يبقى تحت إيد كل واحد أن أبا بصير أبا بصير ده أسلم وفي صلح الحديبية اتفقوا بين أم وبين النبي إنه لو أسلم حد مننا تجيبهون تردوا علينا إذا أسلم حد ارتد حد من عندك خلاص ما نردهوش ألم اللي ارتد من عندي مش عايزه وأمر لله في اللي بيسلمه وما أناش عارف أستقبله هو كله ده عايزي يفك كماشة اللي هي تحت اللي في الجنوب دي لأنهم اتفقين مع خيبر لأنهم يعملوا كماشة عليه في المدينة فراح أبو بصير عمل فرقة سعقة تخليص مهم خاصة وبقى في سيف البحر سيف البحر يعني الشاطئ بتاع البحر اللي هو جدة وبقى يقطع على المشركين القوافل بتاعته المشركين زهقوا قال الله دي خسار بعتوا السيدنا في المدينة قالوا لله خليك يا محمد خد الجدع لإسمه أبو بصير ده خلينا ربنا يكفينا شر فالنبي بعت لأبو بصير كتاب بيقول له فيه يا أبو بصير لم الجماعة بتوعك وتعالوني في المدينة فرجت والمشركين خلاص وفقوا على البند اللي احنا متفقين عليه شوف الوفاء بالعهد فلما جاء الكتاب من عند سيدنا كان أبو بصير طالع من معركة ومضروب ضربتين بالرمع وبيموت فنظر إلى الكتاب ووضعه على عينه ففاضت روحه قال موسى بالسند الصحيح المتصل فدفنوه في سيف البحر وبنوا عليه مسجدة عيب 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 لما هؤلاء المبتدعة يردوا على علماء الأمة عيب يقول لك طيب ده أنت تروح لسيدنا الحسين تلاقي الناس بتعبدوا من دون الله يكد دا الناس بتعبد سيدنا الحسين من دون الله دول بيقولون الفاتح دول بيدعول يبقى إزاي هيعبدوه دول بيقولوا يا رب لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا ولا عيب عيب الكذب أنه يفضل يشيع لغاية الناس ما تصدق وكأنه حقائق بيدعى ده أخو ده بيدعى الصحيح ترجمة نانسي قنقر